مش كفاية اللي حصل لمصر في 2011 واشوفنا كومش ليه في 2013 كنت يقدروا تعملوا حاجة كنت يقدروا تعملوا حاجة انت سبتوها لما تحرقت واتخربت كلها وبعدين بقى لما أنا باتكلم بصراحة بالنقلبي بقى أرجوك تفضل لفن دي الكامل أرجوك تفضل لفن دي الكامل كله جري وخافحي حد يقدر يوقف قلو دبحوكو في الشوارع لو ما فيش إيد حديد كانت الناس اللي في الشارع تدبعت ولا نسيته وما كانش حد يقدر يرتع صوته تقولوا لان فيه جيش قوي وقادر أنا بقولي الكلام دوت وأنا كنت شاهد عيان في كل شيء مش واحد قاعد لما أقزع على جنب كده لا كلام اللي بتقال ده زعل قوي زعل قوي سيادة الرئيس بلد دي كانت حتى تتحرق ولا كنت حتقدروا كلكم تعملوا حاجة سيادة الرئيس اسمح بس اتفضل فن كان كل المطلوب حدا واحد بس أسكت أنا أسكت أنا وتحط على الدماغ وأسيبكو وأسيب الناس كلها وما حدش هيقدر يقرب لهم عندهم قواعدهم اللي عبارة ما خلصت عليها خدت ثمان سنين وقدمت أكتر من ثلاث تلاف شهيد واثناشر تلاتاشر ألف مصاب بأمين؟ لا مش بأمين ده دوري دوري اللي ربنا سبحانه وتعالى مكنني إن أعمله أنا تعليق كله على استقبال الناس على القدرة على إن الناس تبقى صاحبة يعني مش عايزة أقولك أنا ما دوش لازمة إيه ده؟ تاني؟ ما فيش فايدة؟ ما فيش فايدة؟ أنا التاريخ كله عندي يا يوسف عارف لا لا ما تعرفش لو كنتم دولي استخبارات ومسوعة الأجهزة الأمنية الفترة دي كلها وعارف كويس الناس كانت بتعمل إيه؟ عشان كده أنا متأكد فايدة لا لا واستسمع أنا بكلمك عشان لو سمحتم أنا كنت لسا بتكلم على دور الإعلام وبقول إن الإعلام بيعمل سياق سياق إعلامي فكري مش هنرجع تاني؟ إيه ده؟ تاني؟